الاهل الرايق بيكسب بالاربعة وبيسبب حرايق في مباراة بعنوان يا ابن اللعيبة وتصرحكة بتتأيمن شوقي في استوديو قناة النادي الاهلي مش كفاية بعد بيان الحماية اللي طلع عشان يحمي الحكام حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها طبعا عن فوز النادي الاهلي النهاردة وعن تصرحكة بتتأيمن شوقي بعد بيان الحماية ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل المتابعة لفيسبوك سبسكيب على اليوتيوب واللايك وكومنت والشير وتوصلنا للغير عشان كلامنا بيوجههم وبيبين حائسهم تعال نبدأ ونخش في الاهلي الممتع والجميل والرايق النهاردة الاهلي اللي قدم شوق اول في كل فنون الكورة كل حاجة عايز تشوفها كانت في الشوق الاول اهلي بقالنا كتير قوي ما شفناهوش مباراة ممتعة ريئة جميلة هذية شعرها يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة اللي انت قلتها على اكتر بنجول اكتر بنجول بيحرزوا النادي الاهلي الشوق الاول 3-0 بيجيب جوان فعلا بتبقى مستمتع وهي بتيجي ان كانت تزديدة ريدا سليم اللي يبني اللعيبة اوي او عمر كمال عبدالواحد اللي ناس كتير شايفة ان الراجل يعني يا ريدو كان في الاهلي اه في عمر اصغر من كده اللي نعرفين انه هو عام 30 سنة واللي النهاردة قدر انه يزبط مكانه اه مكان عالي معلول بالرغم الناس كتير كانت مقلقة انه هو مايجيتش في الحتة دي الراجل بيلعب ناحية اليمين فتلعب ناحية الشمال لكن هو فعلا اجاد ومرسل كله حتى طلع على نمعها لعب سوبر بيلعب في اكتب من مركز وفعلا وتعالى برضو نتكلم على تقلق امام عشور امام عشور يا جماعة رمانة ميزاد وجوده في نص الملعب غريب عجيب مريب لمسات نظرات توقعات حركات لعيبة ما يستروا نص الملعب ده غير ان السلسية بتاعت مروان واكرم وامام في نص الملعب رهيبة قوية جدا فيها الضغط فيها اللعيب اللي بيصنع اللعب فيها ان انا برجع ادافع واحمي بزيد بشوت فيها كل المقاومات في التلات لعيبة عن نص الملعب رؤية مساحات صناعة لعب ضغط على الخصب قطع قرى وإفساد هجمات تصويب كل اللي انت عايز تقوله قوله موجودة وبيعرفوا والكيميا ما بينهم ماشية نص ملعب محترم وقوي ومرعب وزي ما بيقول امام عشور وماشى مختلفة جدا لعيب تمنو فيه طبعا انا عارف هيطلع زمالكاوي لك بس هو زمالكاوي هو زمالكاوي هو اهلاوي يا سيدي انا بقى اهمش على روايتك اه هو زمالكاوي ولكن هو موجود عندي بياخد تمن لعبه وبيقدم كورة على اللي هو خده الراجل بيبزل كل المجهود الممكن بيكسبني بطولات بيكسبني نقط بيبزل مجهود بيحرك الفرقة بيعمل اللي مطلوب منه كراجل مدفوع فيه فلوس كمحترف جاي بيقدم ده حتى لو كان على حسابك والدليل انه جاب جون الكاس في حضرتك وكسبني الكاس على حسابك فالراجل ما اصرش حتى وهو بيلعب في الملعب معاك وقدر انه هو على افاك ناخد الكاس ده امام عشور وسامة ابو علي ريحة المهاجم رقم تسعة المهاجم اللي قم بيفقده الاهلي بقاله كتير ضغط قوة زكاء بيمزل يسلم القرى من تحت يطلع طبعا تصويبه لضربات الجزاء بقى انه كتير او مشوفناش لعيب في نادي اهلي بيساوي ضربات الجزاء بالشكل القوي والممتع اللي زي ما قال الكتاب في نص سقف الجون في الزاوية التسعين فوق قوية سريعة بيبقى صعب جدا ان الجون يلحقها لان الجون عشان يعمل وينط وياخد الطراي القرى بتكون سريعة جدا مستحيل عدد السوان اللي عايزها الجون عشان يجيب القرى دي مستحيل خلاص قرى حلوة قوي بيلعبها على طول بقى انه كتير او مشوفناش حد بيلعب قوار في الاهلي بيلعب ضربات الجزاء بالشكل الممتع ده ده غيرت تحرقاته في الملعب وروعته طبعا عمر كمال يا ما قلنا فيك وهنقول ريدا سليمة جماعة لعيب بيقولك ان القرى بالمخ لعيب النهاردة بيجيب جون عالمي تحرقاته دخوله للملعب وان هو يسيب الخط وينزل عال 18 لعيب مؤثر وقوي وسريع ودماغه كلها قرى بيجيب جون حلو قوي النهاردة عشان تكون المباراة بعنوان يا ابن اللعيب جون قلت يا ابن اللعيبة عمر كمال عبدالواحد النهاردة الاهلي كان رايق ممتع بيخلص بينجز خطورته كانت واضحة تحرقات ما بينه الخطوط قدر الاهلي يعمل كل حاجة في المطش والشوط الاول ولكن بدأ الشوط التاني وخياني بقى حقيين بنوع من انواع المرقعة ودلع اللعيب المصري امام عشور بيتمشة محمد هاني ورامي ربيعة كالعادة بالذات محمد هاني يعني ناس كده او شافت محمد هاني وبيزعق لمروان وانت فرقة تضغط ماينفعش اللعيب كان يقطع منك كده صحة وفي خطأ على مروان انه هو ما ضغطش وعلى حسين الشرحات انه مرجعش مع مروان ضغط على اللعيب اللي جيري قطع ده ولتعبط له الكورة ولكن هو الغريب ان محمد هاني اللي زعلام اصلا الراجل بوتنج اللي جاب الجون هو المان بتاعه يعني يفروض هو اللي كان ياخد الخطوطين ويغطي عليه فهو زعق لكل اللي الكورة عدت منهم وهم غلطه لكن هم بقى نفسه ده المان بتاعه يعني هم زميلة بده غلط وكورة لعبت انت بقى مش مغطي عن مان بتاعك ليه او مش واخد الخطوطين عن مان بتاعك ليه لأ عادي انا كابتن الفريق وانا محمد هاني الناشئ تفاهمش هو ناشئ ولا كابتن فريق فانا يعني عادي انتوا مستنيين مني ايه مانا طول عمري انا وكابتن رامي ربيعة لازم الكورة تتخطف مني ولازم المهاجم يطلع يزبقني بخطوطين ويجي في جون او ياخد التراي تاني عادي جدا ده يعني شيء غريب وعجيب على محمد هاني ورامي ربيعة وانا عارف الناس يقول لك لا او الفرق يا جماعة ماشي ما احنا نشجع الفرقة وبنشجع الفرقة وبنقول عملوا كل اللي عليهم لكن يعني بصراحة اخطاء ساسجة اوي ساسجة اوي بقى نسنين مع واحد من كابتن الفرقة يعني انا مش عارف ولكن الرعونة كانت في الفريق كله وكان نازل كده الفريق طبعا تحس انه خلاص ما احنا كاسبانين ثلاثة فدي رخامة اللعيب المصري انه دايما بيحبي يعني انا قاسف بمرقح اه ما هي ثلاثة ما انا خلاص ما انا ضمنت ما هي ماشية فكانت النتيجة انك لبست جوب وطبعا مارس الكولر انه المفروض كان قام على الخط زع زي ما كوننا بنجوب كده منو الجزيه جماعة منو الجزيه اللي كان بيبقى كاسبان ازا بالك ستة واحد وبيزع وبيشتم بيقول للناس انتوا قصرتوا انتوا فاهمين الفكرة عاملة ستة واحد وانتوا قصرتوا فتراصة في في الشرط الاول كان لازم يوقف على الخط واسمع صوته كده وبيعدها للعيبة وبيعنفها ولكن عمل تغييرات طلوع امام عشور نزول اللعيبة اللي نزلت كلها ان كان كهرباء اللي طبعا جاله ضربة الجزاء واللي قاتل لتلمطش مستحقة والتحكيم النهاردة جماعة كان غريب عجيب وريب النهاردة كان فيه تحكيم بيدي الاهلي حقه النهاردة كان فيه تحكيم مع كل قرة صاحي والصفارة صاحي من اول مرة النهاردة كان فيه تحكيم بيحسب ضربتين جزاء للاهلي عادي جدا عشان حقه النهاردة كان فيه تحكيم بيدي كارتة احمر لتدخل مبلوله العنيف على رامي ربيعة بشكل مباشر والحمد لله انه هو ما كانش فيه اصابة للعيب فالنهاردة التحكيم كان غريب مريب عجيب ولكن قدر النهاردة انه هو يقدم مستوى محترب اتمنى ان ده يدوم وانتمنى انه يبقى معك كل محترم انا مش عايز اكتر من حق ودي كل حق بس مش عايزين اكتر من كده فالنهاردة اللعيبة اللي نزلت قهربة لما نزل احمى كوكا لما نزل حتى كريستو لما نزل كل اللعيبة دي النهاردة يعني متولي لما نزل عودة متولي مهمة جدا ربينا يبقى عنه شوالا اصابات مهمة جدا ومريحة جدا للاعصاب ان انا يبقى عندي قلب دفع جبا محابة عم منعم زي متولي رايق فايق يعني لعيب تستمتع والقرى طالعة من رجله متولي اللي الاهلي خسره بسبب قصة اصاباته دي حقيقة لا يمكن انقرها بنقول النهاردة الاهلي طبعا بعد كده بعد مجابة جن مرسل كولر موت الريب داعب ببطيق مش محتاج اجهاد ومش محتاج اصابات وده شيء يحسب له الراجل من بعد مطش مازنبي وهو ماشي في الدوري يعني زي الكتاب ما بيقول مركز ما بيفتيش الروتيشن حتى اللي بيتعمل بيتعملوا كل لعيب في مكانه فاللعيبة خلاص واخد الموضوع ومركزة والحمد لله قادر انه هو ياخد يكسب تلت مرشات وراء بعد ان شاء الله ربنا يكلمنا ونكسب مطش البلدية عشان نروح لمطشين الترجي واحنا بننا رايق وهدي كده ولكن بس توضيح بسيط لمرسل كولر ياخد باله بس من مطش البلدية الارض هناك مش احسن حاجة الملعب مش افضل حاجة فربنا يسرم الاصابات فيعني لو يقدر يريح اكبر كم ممكن ويعديه على خل ان بعده طبعا هيكون مطشين الترجي ان شاء الله بإذن الله الاتناشر تكون من نصيب النادي الاهلي اخر حاجة بقى هنتكلم فيها سريعا كابتن ايمن شوقي طبعا طالع بيتكلم وبيعلق على البيان بتاع ان في نادي بياخد اكتر من حقه ويطالع بيعمل بيان بالرغم ان هو مستفيد من التحكيم في اخر تلت مرشات يعني هو طالع يقولي الكلام اللي احنا طلعنا قلناه برح بعد البيان لما انا قلت لك ده بيان الحماية وبيتكلم وبيعلق انت عايز اكتر من كده وان الكلام ده احنا شفناه من سنتين وتلاتة وان الحكام كانوا بيساعدوك وبيخدموك وانت طالع بتضغط عليهم دلوقتي وان الكلام ده احنا شفناه قبل كده ومش عايزين يقرروا احنا عايزين العدالة وده ما ينفعش وانا بوجه كلام للحكام واللجنة الحكام والكلام ده الكلام اللي احنا قلناه بارح انا شايف ان كلام كابتن ايمان شوئي اه طبعا في محله وده اللي احنا بتأكد عليه زي ما قلت لك ان البيان اللي تطلع عند راح ده بيان حماية الحكام اللي ريحتهم فاحت من قدمتهم للزمالك في اخر 3 مطشات واللجلة الحكام اللي عينت البنة ضار في البنك الاهلي للزمالك المطش اللي بعدين تعين البنة حكم ساحة للزمالك يعني زي ما عمراني لا هتشوفها يعني لا شفتها ولا هتشوفها ولكن انا بس الفكرة كلها انه لا الموضوع مش فكرة ان يطلع مزيعة في قناة النادي الاهلي او مقدم مراقب في النادي الاهلي او لعيب سابق او 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 يتكلم انا عايز موقف واضح وصريح من مجلس ادارة النادي الاهلي حتى لو بيان بيؤكد فيه ان هو شايف ان مفيش عدلة تحكمية وان هو شايف ان فيه فرق اخرى بتاخد اكتر من حقوقها وان فيه وين 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 ويضغب بقى عشان الحكام ما يبقاش قدامها مخرج غير ان هو يدي كل فريق حقه انا مش عايز غير انه يدي كل فريق حقه لكن ما يبقاش فيه فرقة واخدى اكتر من حقها وحكام بتساعدها وحكام نزل في مطش صنوحة بيقول له ابوس ايديك وتعادله قاعدة ست ثوانية احسبها لعيب لي ضرب الجزاء بحسبهاش واترده بالرغم ان انا نفس اللعبة دي حسبها ضرب الجزاء في مطش تاري قبل كده لنفس الازدمالك يعني عمل كل المبيقات اللي ممكنة في التحكيم وطلعين بيشتكوه فيعني انت فاهم انت فاهم ان الموضوع وصل لايه فلازم يكون فيه تحرك لان ده نقط بيستفيد منها الزمالك نقط بيستفيد منها منافسين نفس القصة الكارثية اللي حصلت في مطش بيرامدز اللي بيكسب فيوتشر في اخر دي ضرب الجزاء من وحي خياء خيال قوانين الحكام المصريين القانون اللي بيقول ان القرى من جسم المدافع او من رجله الايده ما ينفعش تحسب ضرب الجزاء لا بقى وما ينفعش ان اللعيب اللي وقع على الارض او بيتزحلق ان القرى اللي تيجي في ايده لو ايده الداعمة ان هتحسب ضرب الجزاء القرى دي بقى فيها الواقعتين في رجله الايده وبتزحلق وايده الداعمة يعني كل عوامل انه ما تتحسبش ومع ذلك يحسبوها عشان بيرامدز يكسب فاعتقد ان الاهلي محتاج يتدخل ما يقتصرش الموضوع على تعليق فقرات النادي الاهلي من احدى مقدمين البرامج مع كامل احترامي الكابتر ايمان شوقي ولكن الضغط لازم يكون او طلب الحقيقة لازم يكون طلب حقي يكون بشكل رسمي بشكل رسمي واضح وصريح احنا في السوشال ميديا تكلمنا وقلنا وبنأكد انا بقولي الكلام ده من اول الموسم انا من اول الموسم بقولك الزمالك السنادي بدون الحكام ينفس على الهبوط يكبيره فرق منتصف الجدول السنادي لولا الحكام ارجع بقى لعدل المباراة الاعياب هزمالك في الدور الاول وعدل المباراة المستفيد من هزمالك من الحكام حتى وقتنا هذا هتعرف ان الزمالك كان المفروض ترتيبه يبقى قبل الاخير ونبقى نعمل حلقة على عدد النقاط اللي خدها هزمالك حتى وقتنا هذا من التحكيم في الدور الاول هتلاقي ان مركزه كان يبقى قبل الاخير بدون حتى لعب مؤجلاته الحمد لله مكسب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله مباراة بلدية المحلة تكون المباراة يعني المريحة لموضوع الدوري وبعين نروح نجيب الاتناشر ونرجع ان شاء الله باذن الله من الترجي ولكن خلي لكل مقام مقال خلي كل حاجة في وقتها اتمنى بس من مجلس دارة النادي الاهلي خد بالك من بيان الحماية اللي تم اصداره لحماية الحكام من الزمالك مبارح انا بقولك اهو متاخدوش الموضوع هزار او ضحك او يعدي مرور الكرام بنحضر من اول الدوري على الحكام من الزمالك الدوري بدأ والحكام شايفين بيعملوا ايه البجاحة وصلت لبيان خدوا بالكو البيان ده ده بيان حماية الحكام اللي رحتهم فاحت هفضل عيد وزيد في الموضوع ده ارجوكم اتحركوا انتو متأخرين في ملفات كتير قوي لو اتكلمنا في ملفات جمهور وملفات وتذكر واسعار انتو متأخرين قوي بس بقى مش كمان لدرجة ان انت هتتأخر في ملفات ادارة فريق الكرة والدوريات والمسابقات والحكام تبقى بتخدم للاخرين سلة وقدم وطي يعني الموضوع صعب قوي ارجوكم ده ملف في ايديكم شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في حلقة ديها في المشجع وما تنسوش تعملوا متابعة الفيس بوك اتكلم على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير عشان توصلونا للغير عشان نوصق حقيقة تاريخكم الملوث ببيان حماية الحكام عشان ما يجيش يقولك احنا كنا مظلومين ده بيان حماية الحكام اللي بتخدمه سلام